اشتركوا في القناة بعد ما نزلت لكم فيديو مبارحيات عن مباراتنا مع كوريا الجنوبية اجلوا يوتيوب وحذفوا رسلت اليوتيوب قلت لهم ليش حذفتوا موطلع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم هو اللي حذف لي الفيديو لاني اخذ مقطع فيديو منه فانا ترى ما قصرتوا اعملت لكم مقطع ونزلتوا بس لا تاخذوني اليوتيوب هو الحذف ومو انا المهم بحسب جلوبال سبورت فان الثناء محمد عثمان وإياز عثمان سيلتحقان بصفوف منتخبنا الوطني وسينطلقان مساء يوم الجمعة اليوم الساعة السابعة بتوقيت دمشق ويصلان الى العاصمة الاردنية عمان صباح الغد السبت ان شاء الله نتمنى السلامة للعبين اللي بصراحة غيابهم بمباراة كوريا اثر علينا كثيرا وكان غيابهم احد اسباب خسارتنا امام كوريا الجنوبية اما الخبر الثاني اليوم فهو عن تصريحات الكابتن نزار محروس بعد نهاية لقاءنا امام كوريا الجنوبية يقول الكابتن نزار محروس خسرنا المباراة باخطاء ومنتخب كوريا الجنوبية كانت سيطرته اكبر على الكرة من المنتخب السوري ويتابع الكابتن نزار محروس بقوله المنتخب الكوري منظم جدا ويلعب كرة سريعة والعلام الفارقة هو اللاعب سون بتحركاته وخبرته والمساحات التي صنعها لزملائه وسجل هدف الفوز ايضا ويختتم الكابتن نزار محروس بتصريحه ويقول منتخبنا اللعب بايقاع وفكر تكتيك جيد وكنا اقرب للتعادل وهذه هي كرة القدم تحسن بالاخطاء وان شاء الله تعويض في المباراة القادمة امام المنتخب اللبناني هكذا صرح الكابتن نزار محروس بعد لقاءنا وبعد خسارة المنتخب السوري امام كوريا الجنوبية البارحة الفوز على المنتخب اللبناني امر مهم جدا 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 يجب الفوز على المنتخب اللبناني كي نحسن اوضاعنا بالمجموعة نحن الان اسفل الترتيب بنقطة واحدة فان شاء الله يا رب التوفيق لمنتخب سوريا وان شاء الله يا رب نتغلب على المنتخب اللبناني هذا كان فيديو اليوم اتمنى تكونوا انبسطتوا اشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته